ما هي موسوعة جينيس؟ موسوعة جينيس للأرقام القياسية هي عبارة عن كتاب مرجعي يصدر كل عام ويحتوي على الأرقام قياسية عالمية ومعروفة ولقد حقق الكتاب ذاته رقما قياسيا حيث أنه يعد سلسلة الكتب الأكثر مبيعا على الإطلاق فلقد تم إصدار النسخة الأولى من الموسوعة سنة 1955 بواسطة شركة جينيس وهي تعد الآن من أكثر المراجع دقة والتي يتم الرجوع إليها للتعرف على الأرقام القياسية فما هو محتوى موسوعة جينيس؟ تحتوي على الأرقام القياسية الأعلى في كل تخصص فمثلا تحتوي على أقوى رجل في العالم، أطول إمرأة في العالم، أضخم قط في العالم وهكذا حسب موقع شركة جينيس للأرقام القياسية على الأنترنت وقد ذكرت الشركة أن طبعة سنة 2006 احتوت على 64 ألف رقم قياسي عالمي في مختلف المجالات والفعاليات على المستويين الفردي والجماعي وقد ذكر الموقع ذاتها أن الموسوعة هي الموسوعة الأولى التي يباع منها 100 مليون نسخة في الأسواق وهذا رقم قياسي بحد ذاته جعلها تدخل الموسوعة هذه أيضا كيف جاءت فكرة موسوعة جينيس؟ ظهرت فكرة الموسوعة في العام 1951 ففي ذلك العام دخل السيد هيوغ بيذر صاحب منصب مدير معمل جينيس لصناعة البيرة جدالا مع شخص آخر أثناء مشاركته في إحدى رحل الصيد وكان الجدال حول أسرع طائر في العالم يستخدم كطريدة في ألعاب الرماية الأوروبية هل هو الزقزاق الذهبي أم الطيهوج؟ وفي تلك اللحظة أدرك بيذر مدى النجاح الذي قد تحققه الموسوعة التي تأتي بإجابة وافية على هذه الأنواع من الأسئلة يتابع فريق إدارة الأرقام القياسية جميع الأرقام بشكل حيادي لضمان صحتها حيث أن المصادقة لا تتم على أي محاولة ولا تمنح شهادة جينيس للأرقام القياسية إلا بعد التحقق منها وتنتفي كل الشكوك الضائرة حولها حقق الكتاب رقما قياسيا نتيجة بيعه لما يزيد عن مائة مليون نسخة موزعة على مائتي دولة وبأربعين لغة مختلفة وتعد موسوعة جينيس للأرقام القياسية فرعا من مؤسسة هيت الترفيهية والتي تعتبر رائدة في مجال إنتاج البرامج العالمية عالية الجودة وتوزيعها على أنحاء العالم المختلفة ولقد تم إنشاء مؤسسة هيت الترفيهية سنة 1989 وهي من أسرع الشركات صاحبة حقوق الملكية الفكرية تطورا في العالم هي متخصصة في شخصيات البرامج المصنعة للأطفال وتمتلك شبكة توزيع شاملة إضافة إلى علاقات قوية مع أكبر قنوات البث التليفزيوني والإذاعي يعد كريغ جلينداي رئيس التحرير في الموسوعة هو من مواليد العام 1973 وقد تعين في منصبه هذا في ماي من سنة 2002 إلى الآن ترجمة نانسي قنقر